السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنحل مع بعض عدد من الاسلة على درس انواع الحدود السياسية نبدأ على بركة الله زي ما نشايفين كده عشرين سؤال مدتهم ساعة والنسبة للنجاح 65% نبدأ على بركة الله السؤال الاول بيقول ما العنصر الغريب ضمن الاختيارات التالية فكرة السؤال دوت هو اللي بيجي لك مجموعة من الاختيارات وانت تحاول تشوف ايه الرابط اللي بيربط بينهم وفي حاجة بتشوز عن بقية الاختيارات في رابط دوت هل ممكن يجي لك سؤال بالشكلة في الامتحان الله اعلم لكن انا لما كنت بتخصص في الكمبيوتر من حوالي من الفين واتنين يعني داخلين في اكتر من عشرين سنة او في عشرين سنة بالزبط عفوا اه كنا عشان نقدم على منحة التخصص ديت كنا لازم نمر باختبار اه في تلات حاجات لغة انجليزية واختبار خاص بالكمبيوتر المعلومات الخاصة بالكمبيوتر واختبار زكاء وكان من ده من الاسئة اللي بتيجي في اختبارات الزكاء هو السؤال بالشكل دوت فانا عشان كده قلت احطه اه حتى يخلي واحد كده يفرفش كده ويفكر كده بسلوب حلو يربط ما بين الاختيارات ويطلع الحاجة اللي ايه الشازة احتمال ييجي احتمال لا الله اعلم الاختيارات بتقول طبعا اول حاجة نعرف ايه دول دول ايه يا شباب دول عبارة عن بحيرات دول اربع البحيرات من البحيرات الخامسة العظمة طيب يا ترى ايه الحاجة اللي بتروبط ما بينهم وفيهم واحدة بتشوز عنهم فيها اه ايري وسوبيريور وهورن ديت من البحيرات اللي فيها حدود ما بين دولتين اللي هي بتتبع خط منتصف بين الولايات المتحدة وكندا اما متشي جاند بتشوز عن الاربع المدول في ان هي مش بحيرة حدية لانها بتقع باكملها في دولة الولايات المتحدة وبالتالي هتبقى الاجابة هي ميتشي جاند عفوا السؤال اللي بعده تقع دولة ليسوتو باكملها ضمن الاطار المكاني لدولة جنوب افريقيا اي داخلها لذا معلش هنا في خطأ في الكتابة بتاعت لذا فهي من اشهر الدول ذات الشكل المحتوى حلو نستنتج من العبارة السابقة ان الحدود الخاصة بدولة ليسوتو يمكن تصنفها الى حدود واحدة واحدة كده لسوتو دولة جوه دولة طب ايه اللي خلت دولة دي تبقى ليها حدود وتبقى منفصلة للدولة اللي محيطة بيها اكيد كده بالعقل استنتاجا اكيد يا اما دول امة مختلفة عن بقية الامة اللي حواليها وبالتالي فاكيد هتبقى اختيرة حدودها على اساس عامل الحضاري او العامل الاثنغرافي او العامل القومي اللغة او الدين او العرق صح كده يا اما يكونوا هم برضو متشبهين مع نفس الدولة المحيطة بيهم نفس الامة ولكن موجودين في منطقة تدارسها تخليهم متميزين او منفصلين او منعزلين عن بقية الامة صح كده زي مثلا اقليم كتالونيا في اسبانيا معايا شباب فالسؤال او الاجابة هنا هتبقى حاجة من اتنين يا اما حدود اثنغرافية اما حدود طبيعية عازلة اللي هي الجبال لان السحالة هيكون فيه محيرة بنحب الدولة من جميع الجهات ده اذا الدولة دي هتبقى جزيرة جهة الدولة صح ونفس الحكامة شبا فيه نهر اللي هي في حوالين الدولة ففي الغالب لو كانت حدود طبيعية هتبقى حدود جبلية طب هنا في حدود جبلية لأ مفيش عندي هنا بحيرية قلنا استحالة هندسية اكيد استحالة وفلكية استحالة لان دول اكيد مختلفين عن الامة اللي بتحيط ايه بيوم فهي في الغالب حدود اثنغرافية ده استنتاجا حسب كلام الايه الكتاب طيب لو كان في الواقع وهم من نفس الامة بتوعى جنوب افريقيا اكيد هتبقى الحدود دي هتحدود جبلية السؤال اللي بعد السؤال بيقول تتشابه الحدود السياسية البرية في مصر بكونها حدود الحدود السياسية البرية في مصر تتشابه في كونها حدود ايه هل هي حدود هندسية ولا طبيعية والإثنغرافية ولا فلاكية بعدها واحد يقول له السياسية طبيعية هقولك تركز شوية السؤال يقول ايه حدود سياسية برية برية واحنا الحدود الطبيعية اللي في مصر حدود بحرية البحر الاحمر والبحر المتوسط يبقى مش حدود طبيعية طب حدودنا إثنغرافية لا احنا والسودان وفلسطين وليبيا عرب ونفس اللغة طب هل هي فلاكية بحتة آه لا واحد هيقول دي فلاكية بحتة حدودنا مع السودان فلاكية بحتة ومع ليبيا فلاكية بحتة هقول له طب اسكت طب حدودنا مع فلسطين آه دي خطوط مستقيمة مش فلاكية بحتة مش ماشى بعدها يتعرضه وخطوط طول إذن إيه الحاجة اللي بتجمع الحدود السياسية البريية دي كده مع بعض اللي هي حدود هندسية فبعضها فلاكية بحت وبعضها خطوط مستقيمة بين نقطتين يبقى حدود هندسية السؤال اللي بعده الحدود الهندسية لا تراعي الظروف الطبيعية والبشرية للدول أكيد حدود الهندسية خطوط مستقيمة بغض النظر بقى عن الواقع في قبائل في ظاهرة طبيعية ظاهرة بشرية حضرية من بتراعيهاش ودي طبعا ذكرناها نصا كده في الفيديو الشرح فتبقى العبارة دهية صحيحة إيه اللي بعده السؤال بيقول تتعدد أطراف النزاعات الدولية بشكل أكبر في الحدود السياسية إيه الحدود السياسية الأطراف النزاعات فيها بتبقى أكتر من دولتين دي طبعا برضو أجليد واضحة اللي هي الحدود البحارية لأن الحدود البحارية اللي زاعرية وبقوش بين دولتين ده بيققى بين دولة وكل دول العالم السؤال اللي بعده مثال بيقول تقع دولة أندورا على الحدود بين دولتين فرنسا وإسبانيا لذا يمكننا تصنيف الحدود السياسية لدولة أندورا بأنها حدود بسيطة أو أندورا بتقع الحدود بين فرنسا وإسبانيا طيب الحدود بين فرنسا وإسبانيا عبارة عن إيه؟ عبارة عن جبال اللي هي جبال البرانس طيب أندورا بتقع الحدود إذن الحدود بتاعت أندورا تبقى كمان هي هي حدود إيه؟ حدود جبلية طيب في الاختيارات يلا نشوفها بيقول لي طبيعية إسنغرافية فلا كان دا سيئة مفيش جبلية آه بس حدثت لي الطبيعية فالحدود دي هتوبى حدود إيه؟ طبيعية جبلية السؤال اللي بعده تقسم الحدود تقسم الحدود السياسية سطح المجرى النهري بين دولتين تقسم سطح المجرى النهري يعني إيه؟ يعني خط المنتصف طب حلو عرفتك كده وهنا بيسأل على خط المنتصف طب خط المنتصف المثال بتاعه إيه؟ والله إما هيجيب لي هنا اسم النهر حيبقى ريو جراند أو يجيب للدول اللي حواليه هتوبقى الولايات المتحدة والمكسيك وده موت موجوده هو في الاختيار الأول هتوبقى لجابة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك اللي هي على نهر ريو جراند اللي بعده السؤال بيقول توجد أجزاء من عائل البحار قيدت فيها حرية الملاحة؟ أه طبعا صح اللي هي المياه التكملية والمياه المحايدة دي أجزاء من عائل البحار وقيدت فيها حرية إيه؟ الملاح. السؤال اللي بعده. تعد البرازيل اكبر دولة في كل من امريكا الجنوبية وامريكا اللاتينية. وثالث اكبر بلد في الامريكتين. وخامس اكبر دولة في العالم. سواء من حيث المساحة الجغرافية او عدد السكان. وهي اكبر البلدان الناطقة بالبرتغالية في العالم. والوحيدة في الامريكتين. من خلال الفكرة السابقة يمكننا تصنيف الحدود البرازيلية مع جيرانها على انها حدود. واحدة واحدة كده. بيقولك هي الوحيدة في الامريكتين اللي بتتكلم اللغة البرتغالية. وبقيت الدول في الامريكتين. طب شيل الامريكا الشمالية والوسطى. خلينا في امريكا الجنوبية. طيب اه الدول الفبريكة الجغرافية لها حدود مع البرازيل. طب هل بيكلموا ناس اللغة? لا. كلهم بيكلموا لغة تانية غير البرازيل. البرازيل تكلام برتغالي. هم بيكلموا ايه? اسباني. استنتج من كده ان احنا ممكن نصنف الحدود البرازيلية مع الجيرانها على انها حدود حضارية او اسنغرافية او لغاوية. هينا حدودت ليه حضارية. اللي بعدها. تصلنا في الحدود بين دولة بنجلاديش والهند بانها ايه ده? احنا اخدنا الحدود بين 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 واحدة واحدة بانجلاديش دي كان جزء من باكستان اللي هيا كانت باكستان الشرقية اللي هي قصمة الهند على اساس ديني. لما انفاصت بانجلاديش عن باكستان او باكستان الشرقية عن باكستان الغربية واستسمت مس بنجلاديش في اول سبعينيات. اذا بقاء الحيود بينها وبنهند زي ما هو على الاساس الاصل اللي هو كان ديني او حضاري او اثنوغرافي وهنا ما كتوب هو اثنوغرافي. اذا كنت واقفا فوق قمة احد الجبال ورأيت الامطار الساقطة عليه تنحدر باتجاه دولة معينة دون الاخرى. المية جاية من الجبال على اتجاه دولة واحدة. جد دولة التانية لا. المية راحة نحية الدولة دي بس. فالجبل ده او الجبال دي مش هينفع يكون صالح لايه? هل كمزار سياحي? العلاقة? مركز الحصول مراقبة ايه اللي علاقة? موقع صديقي استراتيجي ايه العلاقة? اكيد مش هينفع خط تقسيم ايه? مياه? سؤال دا طبعا من الكتاب المدرسي واعتبر مباشر ايه السؤال اللي بعده? السؤال بيقول تصنى في الحدود بين دولة بنجلديش والهند بانها حدود. طبعا انتو هتظنوا انه هو نفس الحدود. ايه نفس السؤال لا. السؤال الفات كان جايب اثنغرافية. هنا بقى عايز ايه? عايز الحاجة الاسم التاني ديها. الاسم التاني هي حدود ايه? حضارية. اللي جايب ايش هتبقى ايه? حضارية. طبعا ممكن لو جيه تالت يشيل حضارية اثنغرافية واكتب ايه? دينية. اللي بعده. ازا صرت بمركب بمحاذاة خط الاستواء في بحيرة فيكتوريا متجهة نحو الغرب. نحو الغرب والمسافة ايه بعيدة ها? فانت بزيك تكون داخل حدود السياسية لاحدة دولتين. هما يعني انت خدتها من الشرق للغرب. هتبقى بحاجة من اتنين. ياما في دولة تنزانيا ياما في دولة اوغندا. اللي بعده. الحدود السياسية بين دولة سويسرا والمانيا والحدود السياسية بين دولة الشيلي والارجنتين. اولا من الخريطة الحدود السياسية بين سويسرا والمانيا ديت فيها انهار. يبقى ايزا حدود طبيعية نهرية. وبين الحدود السياسية في شيلي والارجنتين اللي هي طبيعية جبلية. ازا الاثنين طبيعية. يبقى لكن هل درجة الفصل والحماية بتاعة النهر زي درجة الفصل والحماية بتاعة الجبال؟ اكيد لا يبقى الاختيار الاول هو الاجابة تتشابه في معيار الاختيار وتختلف في درجة الحماية او المنعة. اللي بعده. اغلب الحدود السياسية بين الولايات المتحدة وكندا هي حدود. طبعا كتير او منكم هيستنتقل عقلوب البحيرية. لا البحيرية دي هي الحدود اللي موجودة في جزء من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. مش الحدود كلها الالهار ده جزء منها. تمام؟ اللي هي في شمال الشرقي لولايات المتحدة او جنوب الشرقي لكندا او في شرق دولتين. طيب بقيت الحدود بقى بقيت الحدود ايه؟ والله فيه حتة تانية فيها نهر السانت لورانس بين الولايات المتحدة وكندا بس ايه برضو في الشرق؟ لكن معظم المساحة التانية وده ظهر من على الخريطة هو دائرة عرض خطم الصخيم ماشي من العرض. وكمان مذكورة في كتاب ان غالبية الحدود الفلكية المحتلة موجودة في امريكا الشمالية او ايه؟ وافريقيا فالاجابة هنا هتبقى فلاكية بحتة اللي هو الخط اللي ماشي مع دائرة عرض تسعة واربعين شمالا. السؤال اللي بعده. اذا صار الحد السياسي في نهر الراين مع خط منتصف فسوف يؤثر ذلك سلبا على هو خط الحد السياسي في نهر الراين ماشي على اساسية. اعمق نقطة اللي هو العمق الملاحي. صح؟ العمق الملاحي يبقى الدولتين يقدروا يستغلوا نور في الملاحة زي بعض. طب لو كان ماشي مع خط منتصف ممكن يبقى فيه خط منتصف في جزء اه تبع دولة اعمق وفي جزء تاني مش عميق. فالجزء الاعمق هي ممكن يمشي فيه مراكب وجزء تاني ما ينفعش يمشي فيه ايه اه سفن او مراكب. جوال اللي هتأثر سلبا هو حركة السفن. وعلى فكرة الحد النهري اللي هو ماشي مع خط عنك الراحي هو الافضل. السؤال اللي بعده. تتوقف عملية تحديد مناطق الرصيف القرية على. اه بالحد الرصيف القرية على اساس ايه؟ المسافة من القاع لسطح البحر. اللي بعده. تقل نسبة الاستفادة من مياه بحيرة فيكتوريا في دولة. يعني ايه الدولة اللي مساحة بحيرة فيها اقل. طبعا هي دولة كينيا. اللي بعده. الحدود الجنوبية لدولة فرنسا هي حدود اه جنوب فرنسا في جبال البرانس. فهي طبيعية جبلية صح. بس في الاختيارات جايب لي اختيارات تانية بيقول لي جبالية طبيعية بحيرية. طبيعية بحرية جبلية. طبيعية نهرية جبلية. اه نرجع نبص على خريط فرنسا بسرعة. هنلاقي فرنسا لها حدود. بينها وبين اسبانيا. وكمان جنب اسبانيا في الجنوب فيه جزء تبع البحر المتوسط صح. اللي فيه ملاء مرسيليا وتولون اللي طرعت منهم الحمال الفرنسية على مصر. اذا حدود فرنسا الجنوبية حدود طبيعية بحرية وجبلية. في كده الحالتين طبيعية. بس في جزء بحري بحر متواصل في جزء جبل اللي هو جبال البرانس يبقى الاختيار لجابة التانية. طبيعية بحرية جبلية. السؤال اللي بعده. السؤال يقول كان التنوع اللغوي في اوروبا سبباً رئيسياً فيه. كثرت عدد الدول ولا تنافر الدول ولا تشار الحدود الهندسية ولا عدم التعاون. طبعاً اتعاملت دول كتير عشان ما بقاش فيه اقليات لغوية يبقى كثرت عدد الليه الدول. ونشوف كده الاسئلة بتاعتنا ننهي الامتحان. والحمد لله نقفل برضو زي كل مرة ونجيبي الدرجة الليه النهائية. ربنا يوفقكم والامتحانات جاهزة للطلبة المشتركة معنا في الاختبارات دي. خشوا يمتحن والامتحان دوت ان شاء الله. لو اسئلة طبعاً برضو ايه مختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.